الحديث مستمر حول سيرة مصور القرآن الكريم كما وصفت في حضرتك فضيلة القرآن الشيخ عبد الفتاح الشعي رحمة الله عليه رحمه الله سنة 36 بقى الملك فؤاد مات نعم وكان دعي ان هو يروح الازاعة او يروح العزاء بتاعه او سوان وان هو يقرأ في القرآن وكان طلب منه انه يقرأ في الازاعة فرفض وحصل حاجات كتير برضو زي الشيخ رفعت ما قابلش ان هو صوته يسجل او يزع في الازاعة هو الوقت ده كان ماسك الازاعة سعيد لطفي الله يرحم الجميع سعيد لطفي ده يبقى اخو احمد لطفي السيد طبعا اللي هو الفيلسوفي الكبير والرئيس جمعة القاهرة ووزير المعاقب كده يعني احمد لطفي السيد ترجم ارسطو وكذا اخوه سعيد ده كان انه ماسك الازاعة سعيد قاعد سيمه فحب انه هو يتعقد معه الشيخ الشعشاعي وغيره من القرآن صعبان عليهم القرآن ازاي كان عندهم اداب اول ما يبدأ الشيخ مفيش حد يدخل اول ما يبدأ الشيخ مفيش حد يتكلم فيه صح لازم الشيخ يخلع الجزمة نعم وهو بيقرأ نعم ما ينفعش يكون لابس الحزاء قادها شعائر كده وتقوص حوالين القراءة فاستمعوا له وانصته ايه هذا طيب يتخيل بقى طب افرض الحاجة دي في وسط وناس يرتكبون المعصية ومشغلين القرآن بيكلموا فلاه فلاه الصوت ده هيجي مع هزي المواقف لا احنا ما نقبلش وكمان المصيب ان انا هاخد فلوس يبقى انا بعت ايه كلام الله بثمانين رخيص فهو راح هو وغيره الى الشيخ الظاهري ثم الشيخ مصطفى المراغي يعني شوفي القلق فالشيخ الظاهري قال له ما ينفعش الكلام اللي انتوا تقولوه ده 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 حلال مية في المية وعملوا وسووا كذا رفعت خلاص خد الفتوى من الشيخ الشيخ خلاص هو الشيخ نهاية الافتاء الشيخ راح لمصطفى المراغي عبد الفتاح وشيخ مصطفى المراغي قال له لا روح وسجل وعمل وكل حاجة ف ابتدى يوافق كانوا بيخوفوهم انه ما تسجلوش يا اخوانا لا حسن لو سجلتوا هيستغنى عنكم اه طالما سجلتوا مش هيجبوكوا بقى خلاص في حين انه الهوى كان على طول يعني هم كانوا بيعملوا على الهوى وما كانوش بيعملوا بالتسجيلات ده على طول على الهوى وكان الان اير ده له قمته ولقى علشان يبقى فيه حياة وتبقى الحاجة حديثة وكذا الى اخري لكن الله يجازي بقى شوية اصحاب الاشاعات كانوا يعملوا كذا بس الشيخ ابتداء كان يفعل هذا خشيته وجه الله سبحانه وتعالى والاحسن يستعمل فيها فلما جات الفتوى على طول ذهب الى الازاعة وظل الشيخ الشعشاعي يقرأ في الازاعة الى امات 1962 عن 72 سنة رحمة الله عليه رحمة الله تعالى اللهم أمين